موسيقى مرحبا متابعينا وراح نرجع وياكم اليوم بكتابة بريف اللي هو بريف البيعينز حاولت انه اكتب 135 كلمة بهذا البريف انه بهذه الرسالة راح ناخذ اول شي العنوان يقول بالسؤال فيه انه اخبار انه وضعها انه انه يتطلبك انه وزاعده ويؤذون انه يجعب على موسكو سيطلبك شفو الأسل وضو طوال أول شيء 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 فنجي إلى ترجمة النص يقول أكتب رسالة إلى جيرانك جارتك أو أي شخص وأنت عندك يعني يوم الثنين عندك عمل أول شيء أول شيء أول شيء أول شيء يعني سبب كتابتك للرسالة أطعام القطة أنه عندك قطة بالبيت بزونة بالبيت أول شيء أول شيء والشكر والتحيات فهذا كان مضمون الرسالة فأنت رح تكتب الجارك وتذكر له هاي التفاصيل أنه أنت عندك عمل وعندي قطة أريد تطعم ليها وأنطيك المفتاح مثلا فرح نأخذ أول شيء نص الرسالة اللي كتبنا نأخذ فوق العنوان لونبورك دين تاريخ هاي اللي تنسوها وبين التواريخ دائما نكون نقاط والجوال اللي بفراو ميخائلة أو ميشايلة هي هاي اللي رح نكتب لها الرسالة شكرا لكم أجل أن أطرق يجب عليكم في موسكو. أنا أجل في مقورة كورسي لديه أجل. وأيجل فهي حول أجل، لكنني أجل أن أجل أن أجل أن أجل في مقورة أجل. Deswegen schreibe ich Ihnen Wenn Sie Zeit haben, können Sie sich um meine Katze kümmern Ich habe alles vorbereitet Das Essen, andere Sachen, Spiele Sie können diese Sachen auf dem Tisch finden Ich werde Sie heute Abend besuchen Und den Schlüssel abgeben Und wir können reden Vielleicht benötigen Sie etwas von Moskau Das mache ich gern Und wenn Sie meinen Brief gelesen haben Dann rufen Sie bitte an Weil ich keine Zeit habe Rufen Sie unter der Nummer 0176000 an Weil ich meine Nummer Geandert habe Das war der Nuss Das war der Nuss Das war der Nuss Das war der Nuss Und immerhin die Dien Das war der Nuss Wir beginnen mit Frau Michelle Die Frau Mishaila Die Frau Mishaila Und die Koma لا تنسون وبعد الكومة تبدون بحرف صغير دائما وكيف حالك وكيف حال زوجك اللي صارت ايغم مان المان العفو ياخد در بحالة الداتيف صارت عدنا هنا داتيف در تصير ديم فصارت ايغم مان نقطة عدنا الإيج تنكيتب كبيرة اش هوف كومة لان هنا رح يصار عدنا نيبنزاتس اللي هي داس ايه في دا غزونت است انه اتمنى انه هو رجع بصحة جيدة الداس تجي بالبداية والاست اللي هي الفعل اجتب نهاية الجملة بعدين نقطة عدنا الان نبدي كروسة انفاراهايت بالحقيقة هابا ايش اينا بتا يعني بالحقيقة عندي طلب طبعا البت هنا انا تنكيتب كبيرة نقطتين بعد النقطتين تكتب حرف كبير يوم الاثنين يوم الاثنين لازم اروح اسافر الى موسكو الاسم مدينة ينكيتب كبير الان موسكو بعد النقطة كبيرة ايش هابا اينا كورس باي دير فرمة ماكس بعد الهابا صار عندنا اكوزاتيف الكورس ياخذ دير الدير يصير دين او تقدر او يصير اينا المهم عندك اكوزاتيف وبعد الباي شنو يجي داتيف الفرمة تاخذ دي فرمة بحالة الداتيف تصير دير فصارت باي دير فرمة واسم الفرمة تنكتب كبيرة واسم الشركة المكتوبة ماكس ايضا تنكتب كبيرة كما وان دير كورس دورت فلاشت اينا ووخة يعني نموكن ان الكورس يطول سبوع ايضا عدنا نيبنزاتس الفعل ايجا بنهاية الجملة نقطة داسفيقين ايضا نيبنزاتس داسفيقين لذالك شرائب ايش اينا لذالك دا اكتب لحضرتك بعدين عدنا فان زي تسايت هابن شوفي ايضا نيبنزاتس الفعل ايجا بنهاية الجملة كننزي زيش ام مينا كاتس كوما يعني قدرين تهتمين بالقطة مالتية او البزون نسميها احنا ايش هابا ألس فور بغايتة يعني حضرت كل شي تاس ايسن الطعام اندر الزاخن هنا اندر الزاخن هنا جمع يعني اشياء عديدة شبيل ألعاب زي كنن زي كنن ديز الزاخن اوف ديمتيش فندن يعني انو تقدرين تلقين هاي الأمور كلها فوق الطاولة الاوف من حروف الجر اللي تأتي مع الداتيف فصارت ديرتيش يصير ديمتيش ايش فيردة زي هايتة عابند بزوخن يعني راح أزورك ايش فيردة ايش فيردة هايتة يعني راح أزورك اليوم المساء فأكيد هنا العابند ايضا عدنا تنكيدة بكبيرة فهس راح نتابع على الصفحة الثانية واتمنى انو هاي الصفحة الاولى تكون واضحة لحد الان زين بعد النقطة قلنا وتنشلوس الابجيبن دنشلوس الابجيبن يعني انو راح أجي يعني أمر عليك المساء وانطيك المفتاح هذا المقصد مال دينشلوس اللي أنا اكوزاتيف ابجيبن يعني ينطي أو يسلم فاتشي زين نبدي النقطة وراها حرف كبير ونحن يمكن غيدي يعني احنا اثنيناتنا نقدر نتكلم أو نتحدث على هذا الموضوع معين أو نسولف مثلا يعني ربما ان انو تحتاجين فاتشي من موسكو يعني تريدين فاتعي نزاخ اي شي مثلا او اصيليش او اجيبو اياي مثلا فهذا المقصد ربما تحتاجين الاشي من موسكو داس ما خأش قانا يعني هذا راح أسوي إليش وبكل سرور تمام بعدها هنا عندنا نيبنزاتس الفعل الهابن صار بنهاية الجملة والبريف لا تنسوني كتب حرف كبير وليس صارت مينن لالبريف ياخذ دير بريف هنا صارت حدنا حالة اكوزاتيف يصير مينن بريف جليزنهاب إذا قرأت رسالتي فاجدت قولها روفن غوفن زي ناين اذا قرأت رسالتي اذا قرأت رسالتي اترجاش انو تخابريني ليش السبب لأن اش كانت سايت هابه نيبنزاتس الفعل يجب نهاية الجملة لانو انا ما عندي وقت غوفن زي انت دير نمى 0176000 يعني تصيبية عد هذا الرقم ووراها عدنا لليش اش ماينا نمى جاندرت هابه لان انا غيرت رقمي فهي لهذا كتبت الرقم الجديد وقالتها الخابريني على هذا الرقم والجوا في لقروسة تحياتي والاسم الشخص دائما تكتب الاسم وبعدين اللقب واهم شي لا تنسون التوقيع دائما اسمك وبعدين اللقب والثيناتهم دائما يكونون حرفه كبير فهذا كان بالنسبة لهذا البريف لا تنسوني بالعجاب واشتراك بالقناة وانتظروني كتابة رسالة جديدة تحياتي لجميع اشتركوا في القناة